سلام عليكم ازايكم عاملين ايه فيديو النهاردة هيكون عن الاندوموتور ازاي نشتغل بالاندوموتور لان ده كترة كتير جدا بعتولي احنا مش عارفين نشتغل بالاندوموتور او بننزل اماكن او خلال فترة الامتياز بنروح اماكن بيكون فيها اندوموتور ولكن ما بنعرفش نتعامل معاه او ما بنعرفش نشتغل به احنا في الفيديوهات اللي فاتت كنا اتكلمنا عن قبل ما تدخل بالروتاري فايل جوه الكنال ازاي هتلاقوا برضو الفيديو بتاعه هيظهر في الكارد فوق او هتلاقوه تحت في وكمان بتاعت جوه الكنال او ازاي بتستخدم جوه الكنال برضو هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في وحيظهر في الكارد اللي فوق فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي تتعامل مع الاندوموتور وليه ما جبش الفايلات الروتاري فايل وحطاها على واشتغل بيها مشكلة ان ما بيبقى اش عندك الكنترول على الاسبيد ولا التورك بتاعت الفايل انت ما عندكش كنترول على الموضو ده وفكرة ان انت تجيب روتاري فايل وتحطه في اللوزبيد وقت بمجرد ما هتدخل بيه جوه الكنال هيتكسر لان التورك بتاع اللوزبيد بيبقى عالي وكمان الاسبيد بتاعت اللوزبيد بتبقى عالية طيب الاندوموتور لو انا عايز ابدأ اشتغل بالاندوموتور ايه الحاجات الاساسية لازم اكون عارفها اول خطوة لازم تبقى عارفها لما تجي تتعامل مع الاندوموتور هو ازاي تركب الواير اساسا بتاع الاندوموتور فمسلا الواير هنا بيكون فيه سهم شايفين السهم ده ماله لازم يبقى داخل في السهم اللي موجود برضو برا ليه على الاندوموتور اهو طبعا الفوكس هي تعبنا شوية بس اهو السهم قدام السهم خلاص تمام دي اول نقطة تاني نقطة لازم تبقى عارفها هو ازاي تركب الكونترا في الاند بتاعت الاندوموتور مبدايا اي كنترا ويكون فيها كتير كده يعني لو بتاع الكاميرا ايوة فيه هنا وسرشن هنا لازم دي تدخل مع بعضها بحيس ان ما يعمل لكش اي مشاكل او تتكسر واحدة من دي حتبوض لك الدنيا كلها تمام من دخلها كده اهو اهو تمام تمام كده خلاص كده احنا عارفنا الكونترا بقت جاهزة ان هي تشتغل تعالا نشوف ازاي الفايل بيترك الفايل بتاعنا ما بندسش على الزرار بتاع البوش اللي في ظهر الكونترا لأ احنا هيدوب بس بنحط الفايل وروح نلف الفايل جوه ونزقه الجوه هنلاقيه بقى سابت جوه بتاعت الكونترا طيب احنا ليه بنعمل كده عشان نطول عمر الهيد بتاعت الكونترا ما تحتاجش ان هي تغير سواء او اي حاجة من الحاجات المكونة للكونترا بتاعتك تمام طيب بعد كده بنعمل ايه بعد كده بنروح على جهاز الاندوموتور في حاجات كتير جدا بتحتاج ان انت هتزبطها في جهاز الاندوموتور بتاعك طيب ايه الحاجات دي خلينا نمشي بالترتيب عشان نعرف ما نلغبطش ونعرف ايه هي اول حاجة الجير الجير ده عبر عن ايه الزرار ده بيعتمد على ايه او الرقم ده بنجيه منين احنا مادية خلينا متفقين ان الارقام دي كلها اللي في الجهاز احنا اللي بندخلها للاندوموتور عشان نعرف احنا هنشتغل عشان الاندوموتور يبقى عارف احنا بنشتغل على اساس ايه فاول حاجة الرقم بتاع الجير ده احنا بنجيه منين الرقم الجير ده يعني واحد لستاشر ولا واحد العشرين ولا واحد لواحد ولا واحد الاربعة ده بنجيه منين ده بنجيه من ظهر الكنترا بتاعتنا هتلاقيه مكتوب دايما على ظهر الكنترا بتاعتك يعني مثلا هنا مثلا هنا خلينا نعمل اهو شايفين الرقم هنا كام واحد لستاشر في كنترا تاني هتلاقي مكتوب عليها واحد لعشرين ده اوبشن مناش دعوة بيه. بس خلينا عارفين ان دي واحد لستاشر. يبقى اروح على بتاعي اهو وازبطها على واحد لستاشر. تمام كده? حلوة اوي. دي اول خطوة خلصناها. تمام? بعد كده في زرار فوق الجير. فوق الجير في زرار تاني. ايه هو الزرار ده? ده بتاع يعني يعني زي بتاع العربيات. تمشي تظهرها. هي بتتحرك ازاي ازاي? بتلف يعني مسلا لو عايزين نجرب كده. بتلف ازاي? خلينا نعمل بس زوم. ونحطع بالنهاردة في موضوع الفوكس والزوم. كده هي هي بتلف معها عقرب الساعة. طب افرض انا عايز اخليها تلف عكس عقرب الساعة يشتغل. هادوس على الزرار ده. اهو. اهو. بدأت تلف العكس. لأ انا ده كده حتى بتدير لنا كأن العربية رجعت ضهراها. كده رجع عادي جدا. تمام? موضوع ممتع جدا. تمام? خلاص. خلينا ننركن الموضوع ده مش هنقعد نضايع في وقت. نشوف بقى الزرار اللي بعدها. هيبقى احنا كده خلصنا زرار الجير. وخلصنا خلينا نوقف الكنترا دي. وخلصنا الزرار كمان خلي بالك ان الكنترا الزرار الباور بتاع الكنترا مش عارف قلت عليه في اول فيديو ولا لأ? ثانية واحدة فوكس. اهو. زرار الكنترا اهو. ده زرار الباور اللي بيشغل الكنترا. طبعا فيه احيانا بيكون فيه بتتركب هنا. فين ايوا اهو? هنا. تمام? ده لو انت هتركب تمام? طيب اه اي الزرار اللي بعد كده خلص خلصنا الاتنين دول? نبتدي نخش على زرار طبعا مش هتكلم عن زرار الباور اكيد بيشغل يعني. تمام. اي اه اي زرار ده? الفوكس متعب شوية. اي يقف? يا اما اول ما يتعرض يقف ويلف العكس يفك نفسه وبعد كده يوقف خالص? يا اما اول ما يتعرض يفك نفسه ويرجع يكمل بيلف عادي ويخش في الكنال. تمام? تعال نجربهم كلهم. ماشي. اول اه اهو مسلا. الزرار ده بيتحكم في كده تمام? اهو. كده طيب اجرب. خلينا نجرب الكنترا هي? وقفت. طيب خلينا نزوق نشغل. تمام? خلينا نشغل بس اول ما هيشتغل ايه لا هيحصل? انا ما خلتهش يعني بص كده مش كده بقى طيب لو هو مش هيخش واول ما يلاقي هيعمل ايه? هيفك نفسه ووقف. اهو. فك نفسه ووقف. من غير ما دوس على اي حاجة. طيب لو خليته هيشتغل اول ما يلاقي اول ما يلاقي هيعمل ايه? هيفك نفسه وهيقف? لا مش هيقف. هيعمل ايه? هيكمل في الكنال. كأنه شغال عادي جدا. اهو. تمام? فك نفسه. كمل. كمل. اهو. مكمل 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 مكمل. استرس. فك نفسه ورجع يكمل. استرس. فك نفسه ورجع يكمل. استرس. فك نفسه ورجع يكمل. هو انا انا اللي بتحكم في الاسترس اه. اهو. ان انا بزقه عكس الترابيز اللي انا بشغال عليها بصار عليها. طبعا الكلام ده اكيد هيكون في في الكنال يعني. تمام? احنا كده عارفنا وظيفة طب احنا غالبا هنزبطه على ايه? هنزبطه على بحيس انه اول ما اول ما يلاقي يفك نفسه ويرجع يكمل في الكنال. اكيد مش هنوقف. الا لو انت متدق مسلا وعايز الفايل يفك نفسه وترجع تبص عليه. تطمن. اه لو فيه لو حصل فيه في بتاعته. الفلوتس اللي هي هجيب لك صورة اشاور لك على الفلوتس شكلها عاملت زي. احيانا الفايل قبل ما بيكسر بيحصل يعني الفلوتس دي بتبتدي تتفك. تمام? طيب. نكمل النقطة اللي بعدها. احنا كده خلص خلصنا الزرار ده وده. وده. تمام? نيجي بقى للتورك والزبيد. التورك والزبيد هشرحهم بشكل سريع في الريكورد ده. وفي التصوير الاساسي هشرحهم بالتفصيل. تمام? اول حاجة اللزبيد بتاعتي. اللزبيد بتاعتي بتتحكم في الرقم ده. تمام? اقل زبيد كام? اقل زبيد عندي في واحد لستاشر هي مية عشرين. تعال بص. شايفين الفايل بيلف ازاي? بالروحة خالص. طب تعالها اللزبيد دي اللو زبيد استحالة تجيبها. طب تعال نزود كده اهو. شايفين الكونت بتلف ازاي? شايفين الفايل بيلف ازاي? يعني سرعة الدوران الفايل حوالين نفسه في الدقيقة. يعني لما الشركة بتجي لك وده مبدئيا اي شركة بتعمل فايل بتيجي تقول لك ان الفايل ده يشتغل على سبيد كزا. وطورك كزا. وكل فايل يختلف عن التاني. يعني الفايل زي بيكون لها سبيد وطورك لوحدهم. الفايل او او الفايل زي اس اكس مثلا بتاع البرو تيبر بيكون ليه تورك وزبيد معينين. باقي الفايل اللي بتعمل بيها ميكانيكال للكنال بيكون لها سبيد وطورك تانين خالص خالص. فلازم تستسلم نفسك ان كل فايل ليه تورك وزبيد وتبتدي تزبطهم على الجهاز. مع الوقت هتعرف ان البرو جرامز ممكن تزبطها بحيس ان ضغطة زرار واحدة يدخل على البرو جرام او السبيد والطورك اللي انت عاوزهم. طيب احنا عارفنا ان السبيد هي سرعة دوران الفايل حوالين نفسه. وان الشركة لما تيجي تقول لك ان الفايل ده بيشتغل على سبيد تلتمية وانت تزبط على آآ تلتميت ار بي ام فمعنى كده ان الفايل حيلفك جوه الكنال حوالين نفسه تلتميت مرة. معنى كده ان الفايل حيلمس الكنال تلتميت مرة في الديهقة. وانه كل ما هتزود بتاعت الفايل كل ما بتاعتك هتزيد. ولكن في مشكلة هنا ان السرعة العالية زي اسواقت العربيات بتبقى ما بيبقاش لك الكنترول عليها. وكمان بتعرض نفسك لسيبتابلتي لبرو كين فايل ان الفايل وانت داخل بيه جوه الكنال يتكسر منك. واحنا مش عاوزين حاجة زي كده. عشان كده في دا كتير جدا بتفضل انه لما هي يدخل او يتعامل مع يبتدي يقلل بتاعت الروتاري فايل. نيجي بقى للتورك. التورك ده عبارة عن ايه? او معناه ايه بالنسبة ان احنا في الاندو? التورك ده عبارة عن رقم بيتقاسب واحد دد النيوتن. فلما اجي اقول لك التورك ده مسلا ستة من عشرة او نخلي التورك مسلا واحد او واحد او واحد ونص مسلا. فلما اقول لك مسلا ان التورك واحد فمعنى كده ان الفايل هيفضل يلف ويحافظ على سرعته سي هنا مسلا بدل التنمية دي خلي دي زي ما هي بدل التنمية نخليها تلتمية ماشي? ان الفايل يفضل يلف بسرعة تلتمية في الدقيقة لحد معين لحد مستوى تحمل معين اول ما يوصل له يروح يوقف او اول ما يوصل له يعمل طيب يبقى نقول تاني التورك ده عبارة عن ايه? هو مقدرة الفايل انه هو يلف جوه الكنال ويستحمل اي لحد لما يوصل لمستوى معين. دي بتكون جاية منين? او القوة اللي جاية من الكنال نفسها من الفايل يتحشر جوه الكنال. لحد لما يوصل لرقم معين مقدار تحمل معين. اللي هو كام? اللي هو مسلا احنا زبطينه هنا واحد. كل فايل وليه معين. طب هو الرقم ده بيعبر عن ايه? يعني لما الشركة تقول لك ان الفايل ده التورك بتاعه واحد. يعني بتقول لك ان بعد التورك واحد الفايل ممكن يتكسر منك. يعني مسلا لما اجيب او الفايل الرفيعة اللي هي مسلا اه تبقى خمستاشر انا مش عايز يقع عليها كتيرة. انا بخلي التورك قليل جدا على قد ما اقدر بحس ان انا الفايل ما يبقاش عليه ومجرد ما يقابل اي ولو بسيطة يبتدي يوقف شغل او يعمل حاجة اسمعها ان الفايل يبتدي يفك نفسه من الكنال. عشان ما يتعرضش البروكن فايل. دي فكرة التورك. كل فايل موجود في السوق بيكون لي تورك معين. بيكون لي مقدار تحمل لتورك معين. يعني مسلا. في روتاري فايل او في الفايلات الرفيعة اللي بتاعها بيكون بتاعها قليل. بنستخدم تورك قليل. عشان اي اي مقاومة يبتدي قبلها الفايل يوقف على طول ما يكملش. طيب لو فايل زي تلاقي ده كترة بتشتغل مع الitheكرة على تورك تلاتة وتلاتة ونص واربعة 한ص كمان. معiyatever الفايلز اللي بتبقى في النص اللي انت خمسة وعشرين فور برسنت او خمسة عشرين سكس برسنت او حتى فايل خمسة وتلاتين فور برسنت التورك بتاعها بيكون انظم. التورك بتاعها بيكون عاني. كل دكتور بيكون عارف التورك بتاع الشركة. بس مع الوقت ومع journey by beginning prayer Bebeardie يعرف ايه التورك اللي ممكن يشتغل عليه والفايل بتاعه ما يتكسرش. يعني حتى مع اللي بتقول لك عليه الشركة في بعض الحالات اللي بيحصل فيها لان ما بيعتمدش بس على ده في عامل كتير جدا بتحدد الموضوع بتاع ودي اللي ان شاء الله يا رب العالمين لها سلسلة فيديوهات هنتكلم فيها عن بروكن فايل ليه بيحصل مع ان احنا شغالين وشغالين بزبيد اللي الشركة اعلاننا عليه وبنبقى ماشين زي ما الكتاب بيقول ليه برضو بيحصل معنا ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في فيديوهات الجاية. كمان موضوع التورك لسه فيه جدال عليه انه لا التورك ده مش حاجة اساسية وانه بيختلف من كل ميلي والتاني في الفايل يعني المقاومة بتاعت الفايل نفسه التب مقاومة التب بتاعت الفايل لانه يتكسر انه يحصل بتكون قليلة جدا او ضعيف جدا مقارنة بالتورك في الكرونل بارت او السيرفايكال بارت او دي فايل يعني في النقطة دي هنا التورك اعلى من النقطة دي ليه لان البساطة مقاومة الفايل او بتاع الفايل بيزيد فبالتالي مقاومة الفايل ان هو يكسر بتبقى اعلى دي الخلاصة بتاعت التورك تمام خلاص احنا عرفنا ان التلتمية والتورك ممكن كده تشتغل طيب انا عايز ازبط انا عندي مسلا اه خمس فايلات هشتغل بيهم وعايز مش مش عايز ما بين كل فايل انت تقعد تزبط الارقام دي وتزود زبيد وتقلل تورك والكلام ده طيب عملونا اوبشن حلو قوي في الموضوع ده ايه هو الثلاث زراير اللي في الاخر دول تمام لو اخدت بالك انه جوه المربع ده هتلاقي طيب تعالنا رتبهم كده هو فيه كام الجهاز اللي معايا الاندوموتر اللي معايا في يعني تسع برامج ممكن ازبطهم يعني انا ممكن اعمل ايه بمعنى اصح انا ممكن اجيب اتأكد من الجير زي ما قلنا الجير هنا كام واحد لعشرين هل انا بتاعتي واحد لعشرين لا اهي واحد لستاشر غالبا اه يعني مش واضحة قوي تمام اهي طب عشان الفوكس هيتعدنا هي واحد لستاشر يبقى زبط الجير بتاعي على واحد لستاشر زبطت الجير اه ابتدي اصبط ايه التورك والزبيد هو انا اقول فايل هاتخل به ايه مسلا او اللي هو انا هشتغل مسلا على تورك تلاتة مسلا طب زبيد كام هزبطه على ربع مية وخمسين خلاص تمام هلوة قوي اروح جاي ايه دايس على زرار اه ده عبارة عن زي الست بتدوس عليه لفضلة طويلة بص اهو كده هو سيف والزبيد والجير بتوع الفايل ده تمام? وطبعا انا زابط اجل الفايل اللي بعده الفايل اللي بعده او اه الجير بتاع الكنترا بتاعتي زي ما قلنا واحد ستاشر طب الفايل اللي بعده حيكون ايه? فايل يبقى تورك مسلا واحد وتمانية مسلا اه تمانية او واحد مسلا وزبيد بتاعتي مسلا متين وخمسين واروح عامل اهو خلاص هو كده تسايل وهكزا تفضل تزبط الموضوع ده بحيث ان انت اول ما تيجي تدخل بالكورونا تجيب اهو تورك تلاتة سبيد بتاعتك ربعمية وخمسين اجيب الفايل اللي بعده اروح اجيب اه البروغرام تو التورك بتاعي واحد سبيد متين وخمسين وهكزا كده احنا خلاص شرحنا الحاجات اه احنا كده شرحنا كل حاجة اساسا في الاندوموتور يعني احنا كده شرحنا كل حاجة نرجع بقى نتكلم في الستوديو بتاعنا عن ازاي تتعامل مع الاندوموتور عشان فيه كلام كتير جدا لسه هنقوله تمام نيجي بقى للسؤال اللي ده كادرة كتير جدا بتسأله اجيب اندوموتور ايه انا شخصيا ما بقولش لحد اروح اشتري اندوموتور معين بنفسه وكل واحد مننا بيفضل الجهاز اللي هو جايبه لانه استحالح يكون جايب حاجة وزعلان انه هو جابها وهو اشغال بيها وما حدش هيعرف ايمة الحاجة اللي معاه او هيعرف ان الحاجة اللي معاه ضعيفة غير لما يجرب حاجة احسن ولكن انا شخصيا بالانس كي جربت جهاز واحد بس اللي جربت اشتغل بي مجربت اجهزة كتير اه جربت جهاز واحد بس وهو سي سمارت او حاجة زي س س مارت كده الاسمه قريب لسمارت فيه فيه في الكلمة فيها سمارت كده بس انا مش فاكر ومش هايزة افتكر اسم الروتري فال اندوموتور ده لان بصراحة الاندوموتور ده انا حسيت ان انا مسك مكنة حلاقة في ايدي والله فعلا مكنة حلاقة في ايدي اول ما بدخل بالفايل اول ما يلاقي قدامه التركي يشتغل تلاقي الانتي ريفيرس او الاوتو ريفيرس عفوا الاوتو ريفيرس بيحصل بشكل عظيم مرة واحدة كده بسرعة كبيرة جدا ما بيلفش بالراحة لا بيلف بغشومية على اساس ان هو كده مش هيكسر بس انت لو كنت عامل على الفايل لو زقيت الفايل وهو بيعمل بالسرعة دي حقيقي الفايل هتكسر وانت بتعمل فعشان كده ما حبيتش الموضوع ده يعني والله فعلا الفايل كان عامل زي كده لحظة واحدة كده الاندو موتر بالزبط كان بالمنظر ده فعلا ده هو كده كان شغال بالمنظر ده معي حتى بتاعه كنت انا انا كنت بخاف منه لحد ما خلص الكيس وحمدت ربنا ان ما حصلش معي كمان الناس اللي بتشتغل بالنسبة للدكاترا اللي لسه بتشتغل بالاندو موتر جديد او حتى بيشتغل بسيستم ما يغيرش كتير لان صعب جدا ان انت تتاقلم مع كل مع كل بتجيبه يعني مسلا هتشتغل بالام برو يبقى تكمل بالام برو لحد لما تبقى فيه وتبقى ايدك كويسة في الاندو وبعد كده تجرب سيستمز تانية مع ان انا من الناس اللي ضد الام برو بصراحة وهامل فيديو عن الموضوع ده طيب هو انا ليه ضد الام برو لان الام برو بتاعه عالي جدا جدا والتيب سايز مش مش خمسة وعشرين ولا عشرين ولا خمسة وتلاتين انت بتاعه في رقم ستين مسلا خلي الموضوع ده في فيديو الواحد ولكن ميستر وحيد انه ما بيكسرش وهو ما بيكسرش بصراحة عشان الديامتر او بتاعه عالي يعني الفايل تخين عامل زي الموسمار كده فعلا فاكيد مش هيكسل ما هو تخين كمان لو بتشتغل افضل شغال بهيه حلو افضل شغال بالام برو لحد لما تبقى ايدك واخدى على الروتاري وازاي تشتغل بالروتاري فايل دي من غير ما تكسر وبعد كده ابتدي اعمل شفت لسيستم روتاري سيستم تاني وفتكر دايما انك كل ما بتغير مابير روتاري سيستم والتاني فانت بتعرض نفسك لبروكن فايل انت بتعرض نفسك لسيستم انت عمرك ما تعملت معه يعني اي دكتور بيجيب روتاري فايل سيستم ويبتدي يشتغل به بيبقى عارف امتى بيكسر عارف امتى بتاعته بتبقى ضعيفة عارف كن تارك والเปتاعت كل فايل عكس بتاعت الشركة لان احنا فعلا والتكاترة اللى فهمها الموضوع دا هي هم عارفين انه لا احنا بنلعب في توك والسبيت انا شخصيا الام برو بدون يعني ام ما حدش يعمل كده بس انا الام برو فعلا انا بشتغل به على اتنيه ونص اللى هي الارفش اوبور مثلا فايل بتاعت الام برو لو ما كنت بشتغل به كنت بتغل به على اثنين ونص الشركة كان بتقول واحد تعريبا او واحد ونص انا كنت بنشتغل بيه على تنين ونص الفايل فعلا ما بيتكسرش بس اه بتتعف في ايه بك الستوب وبتتعف بعد كده خلينا نوقف الفيديو لحد هنا اتمنى ان انا كن وصلت ولو نقط بسيطة عن موضوع الاندو موتور وازاي تشتغل بيه والتالي الحاجات اللي احنا اتفقنا عليهم الاسبيد والتورك والاوتو ريفيرس مش هتشتغل بي اه هو انت هتثبطه تتأكد ان هو شغال ولا لا خلاص الموضوع ده خلص تبتدي تتأكد عن وتتطمن عن التورك والاسبيد وخصوصا التورك لان الناس كتير بعد ما بتستخدم على تورك عالي جدا يبتدي يستخدم باقي الروتاري فايل زي فالفايل يبتدي يتكسر منه ودي يعني ده خطأ شائع جدا مع الدكاترة كبيرة والصغيرة ومع الدكاترة كبيرة قبل الصغيرة كمان ان انت بتبقى على تورك عالي بتاع الاورفوس اوبنر مع تبر عالي لان بيكون بتاعه اه ايد برسنت فايل عريض ومرة واحدة تخش على الفايل اللي بعده اللي بيكون التورك بتاعه او اه ثري او فور برسنت وده بيكون ضعيف وكمان بتاعته بتكون صغيرة فبيبقى الفايل رفيع فلك انت تخيل ان تورك عالي بتاع فايل بتاعه عالي دخلته على فايل رفيع التبر بتاعه صغير فهيكسر منك واش بس كده لو عندكم اي اسئلة اكتبها تحت في الكومنت ويريت يا داكاترا اي حد جرب اندوموتور يقول لنا رأيه تحت في الكومنت خصوصا لو كان جرب اكتر من اندوموتور واحد يقول لنا مين الاحلى الاندوموتور ده ولا لأ ويقول لنا الاسباب كله يكتب رأيه تحت في الكومنت عشان كل الدكاترا تستفيد يعني لما يبقى عندنا محصلة متجمعة تحت الفيديو هيبقى الموضوع ده مفيد لاي دكتور يجي يشتري اندوموتور ينزل يقرأ الكومنت تحت الفيديو. هشوفكم الفيديو القيام. سلام عليكم.